السلام عليكم طلابنا الأعزاء بالمحاضرة الثانية بالكورس الثاني اللي هو بعد نصف السنة وبدأنا هذا الكورس بتكملة الإعازات والأوامر في لغة الماتلاب فأخذنا بالمحاضرة الماضية مفهوم جديد ومهم في مجال البرمجة سواء كان بالماتلاب أو في اللغات الأخرى اللي هو مفهوم اللوبس أو الحلقات التكرارية فائدتها أنه تكررنا جزء من البرنامج أو البرنامج كله لعدد من المرات يحدد المبرمج وفق المصفوفة اللي أستعملها في عملية التكرار فأخذنا بعض الأمثلة بالمحاضرة الماضية اليوم رح نكمل الأمثلة الأخرى حتى يزيد فهمنا للموضوع هس عدنا هذا أمامكم من الإكزامبل سبعة أربعة رح أقرأ write matlab program to enter a group of arbitrary ten numbers أكتب برنامجاً من لغة الماتلاب لإدخال مجموعة من عشرة أرقام عشوائية ten arbitrary numbers طبعاً الarbitrary numbers أيضاً نقدر نستعملها باللوب فعدد الأرقام العشوائية يمثل عدد التكرارات باللوب إذا تدخلت عشر أرقام عشوائية رح البرنامج يتكرر عندك عشر مرات خمس أرقام خمس مرات وهكذا حالها حالة الأرقام النظامية فهي تعتبر من المزايا يعني الكبيرة في لغة الماتلاب اللي هي ما موجودة من اللغات البرمجية الأخرى فبالمثال يقول إذا كان هناك أي رقم سالب ضمن المجموعة replace it with zero فقم بتعويض صفر بمكان يعني أي رقم بهاي الأرقام العشوائية اللي أنت رأى الدخله إذا وجد بي رقم تحت الصفر أو جو الصفر فاعتبر صفر يعني عوضوا صفر مثلاً ناقص واحد ناقص ستة ناقص كذا اعتبر صفر كله print the old and the modified matrices أطمع المصفوفات القديمة والمعدلة the old القديمة الأصلية اللي راح أدخلها اللي بيع 10 أرقام والمودفايت اللي هي المعدلة اللي راح شنو أشيل منها الرقام السالبة وحط بمكانها أصفار يريد بالسؤال تحلها بطريقتين apply vectorization and bloom methods الvectorization قلنا هي طريقة الماتلاب اللي هي نقدر نستغني بها عن الحلقات التكرارية نقدر نحل أي مسألة به بدون اللجوء إلى الحلقات التكرارية اللي أخذنا بها لعاز for يعني لحد الآن استعملنا لعاز for لتوليد الحلقة التكرارية فانا يقول بالسؤال حلنا مرة بالvectorization بدون for ومرة باستعمال for loop فبالطريقة الأولى للحل using vectorization نلاحظ الحل أمامنا clear clc راح ندخل عشر أرقام عشوائية بين أقواس NEG هذا في المدى غير أنا عرفته اللي هو يمثلي تسلسلات الأرقام السالبة أوكي فالNEG هو find x أقل من صفر فراح من active find x أقل من صفر راح يلقي لي مواقع الأرقام اللي هي تحت الصفر يعني هذا الNEG يمثل مصفوفة المواقع أوكي فالمواقع اللي بيها أرقام سالبة هو الموقع الأول والموقع الثالث والموقع الرابع والموقع الثامن والتاسع أوكي فواحد إذا المصوف هاي ين يجي راح تمثلي الأرقام واحد ثلاثة أربعة ثمانية وتسعة أوكي هاي اللي ين يجي الثانيش أريد أريد هاي الأرقام مو هي صفارة وإنما أريد يعني المواقع مالتها أو الرقم اللي يحتل هذا الموقع سالصفر فاشا أقول له أقول له X ضمن التسلسل NEG اللي طلعتها سابقا يساوي صفر فكل X تسلسل NEG يساوي صفر فهنا شغل كلها بالجملة يعني اللي أخذ العناصر كلها في وقت واحد يطبق عليها لكرايتيريا وأجي أطبع الأكس مرة ثانية فطبعنا الأكس القديم والأكس الجديد أوكي أساعد إذا نجي أطبقها بالماتلاب لنسوي له copy control C نعم تفضل أي تسجل بالضبط رح نزلها بعد المحاضرة نعم وهذا سلماتلاب رح نجي أساعد أمثلة بالمحاضرة السابقة رح أفتح PAN جديد نضغط عليه رح تشوي تأخر على ما يأخذ فتح لي فتح لي اثنين أيضا رح أساعد واحد منهم هذا رح سوي له paste control V رح ينزل لي البرنامج اللي نسخته قبل شوي من الورد رح ينزل لي على على الإدتر برنامج هذا اللي قبل شوي خذناه من الورد رح يبدأ ينزل على الإدتر نزل البرنامج عندي طبعا هذا شوي ترك فراغ موشكار يبقى يشتغل الفراغات المؤدلاء ما تأثر صح أكو فراغ هنا بس ما يأثر على إداءة البرنامج نفسه رح شوي أكبر شاشة النتائج وأجي أسوي لرن أقول لرن رضعت على المثلث الأخبر نفس السياق يريد منه تسمية خزن وتسمية للبرنامج يطلع بالبداية save as راح أسمي أي اسم راح أسميه مثلا أسميت هذا القبله هو اللوب فور راح أسمي لوب فايف ال دابل أو بي أندر سكور ما يصر ناقص أندر سكور فايف راح أخذتنا بالدسكتوب وأقول لها save راح أقول لي مو الفولدر المعنية أقول لها change the folder تطلع العبارة شوية في بطء الحاسبة لا لي أنه شغلنا الماثلة أول مرة أول بعد شغلة بعدين التنفيذات المتعاقبة يصير شوية بها سرعة أكثر لا لي أنه أول مرة يبني يشتغل الانتي فيروس تستغل الشغلات الأخرى يطلع لي هذا كله change folder ما تضرر بفروض تاج البرنامج هذا يسم البرنامج loop 5 يضرر الاسم بعدين يظهر التنفيذ فتلاحظون هاي المصوفة اللي يسا دخلتها الأرقام هي الناقص 1 وال5 والناقص 2 والناقص 5 وال4 كلها ظهرت أمامي بعدين المصوفة وراها أي رقم كان سالب يتحول إلى 0 فالناقص 1 صار 0 الخمسة بوقت خمسة ناقص 2 5 صار 0 ناقص خمسة صفر الاربعة والستة بوقت والسبعة ناقص ستة وناقص اربعة صفر والثمان يبوقت هذا هو حل البرنامج بالطريقة الأولى والطريقة الأولى نقدر تحل الطريقة ثانية نقدر هذا البرنامج نزيل منه التفعيل عن طريق هاي الكومنت نعتبر كله كومنت حتى ننسخ النسخة الأخرى من البرنامج نرجع السلل الورد طريقة الطريقة الفكترزيزيزيشن طريقة اللي أخذناها سابق هل سنجي نحلها باللوبس مثل 2 looping أو using loops باللوبس شوية يطول البرنامج أكثر ولكن هو رح يطيني نفس النتيجة فهنا رح رح حصل باللوبس رح أقول clear CLC أجي بالبداية باللوبس قبل اللوب أدخل المصوفة أوكي طبعا عملية إدخال مصوفة أصلا ما يحتاج لللوب يعني حتى لو قلت لك تحلى باللوب تحلى بالمثلا بالمطلب الثاني للسؤال اللي هو التصفير للأرقام السالبة ولكن كإدخال بتحتاج يعني لوب لغرض الإدخال أوكي فهنا clear CLC X يساوي اللي ناق يعني دخلنا الأرقام نفسها وطبع لها بس عملية التصفير رح أساوي على طريق اللوب فرح أقول لها 4i يساوي من 1 إلى عدد الأرقام يعني بقدر عدد الأرقام يكون التحرك ماتي فإذا هي 10 أرقام فهذا length X ينطيني الرقم 10 إدالة length اللي يخذناها تنطيني تحصيب لعدد علاصر المصفوف أو حادية البعد فإذا سأصي 4i يساوي من 1 إلى 10 الـ بالأخير هي تخص هاي الفور بو عم نخلي يمهى هنا ما تبين بالبار لا ما تبين هسا داخل هذا البلوك يعني داخل الحلقة التكرارية رح أجي أفحص رقم رقم فقلنا الف statement ما تشتغل ويا المصفوفات وإنما أقراها بالجملة لكون اللوب دائمين يتحرك رقم رقم فش راح أقول لي شون أقرا أسحب رقم رقم من المصفوفة راح أقول الف x للإندكس i والi هو الرقم من 1 إلى 10 فالi راح بالبداية ياخذ الرقم 1 يعني يبادي من 1 بعدين 2 ثلاثة بعدين 4 فش فهم البرنامج x 1 اللي هو الرقم 5 x 3 رقم 2 x 4 رقم 5 فكل x والتسلق سلطة سلطة راح يسحب لي رقم من أرقام المصفوفة فيجأ فأحص كل رقم مثلا x 1 خلي نقول لي هو ناقص 1 هل هو أقل من صفر نعم أقل من صفر إذا أقل من صفر راح يدخل على البلوك أما إذا ما لقى رقم يعني الرقم الثاني ما راح يرجع اللوب ويقرأ x 2 x 2 اللي هو الرقم 5 فلما تكون x 2 اللي هو الرقم 5 هل هي أصغر من صفر كلا ليست أصغر من صفر فما راح طب يصفر يعبر فإذا دخول البرنامج إلى البلوك الداخلي مقرون بإيجاد رقم سالب فمن نتيجة كل رقم سالب راح يصفر كل رقم موجب راح يبقى على حالة فمن تنتي اللوب ما الفور راح يطبع الـ مرة ثانية فيطلع عندي الحل ساذا إذا أخذ أنسخ هنبدأ منها حتى ينسخ لها وقل c ونروح للمات لاب وقل هنا نفس البرنامج c c النسخ عندي البرنامج مثل ما تلاحظون شوف هاي الـ نخلي يمه يصر خط بينها ويقصد انه هاي الـ تخص هاي الفور بس أول تطلع لازم من السطر وترجع للسطر أول ك رأس يقول لك يقول هاي الفور يخلي خطس وجوه هاي هاي خطس و الـ بينما هاي الـ الهنان هاي خاص بها و الفور الخاص بها واضح شباب هاي جهس نسوي run للبرنامج هاي نكمل ايضا شوي شاشة النتائج فاس رح تطلع عندي نفس النتيجة السابقة تقدر الشيء لل clear clc حتى تقارن المكان هتخلي مثلا مكان clear clc نخلي display x اطبع سطر فارغ display حتى يفرق لبين النتائج القديمة والحديثة حتى لا يمسح للشاشة السابقة حتى رح يبقي هذا ويضيف فوق نتائج الرن الجديد ثم رح سوي الرن رح ينفذ لبرنامج وينطيني نفس النتيجة اللي حقق البرنامج الأول أو الطريقة الولاد تلاحظون هاي النتائج جدول هذا الأول هو نفس الجدول الثاني بس هذا ولدت بواسطة وهذا ولدت بواسطة الفور لوب ماذا شباب هاكو استفسار يحضران على هذا المثال طبعا انت لا تقدر تحل بطريقة أخرى بالمناسبة واني واحد يقولي شوان نحل بطريقة أخرى باو أسا نجي هذا تقدر الصفر نحن قلنا يعني من الصفر عفو إنه تعتبر تعتبر غير مفاعل أيضا تعتبر comment ونجي بالأسفل ننزل كم سطر ونجي رأيسا يعني في إعاز واحد أقول لها فور واجيب هاي الأكس مننا يعني قلنا هو القام شوية أوتواتي كنت شتغلوا الفور فور اكس كنترول سي واجيب هنا كنترول هاي همين اللوب بس بطريقة ثالثة يعني قد كن مجددا بالمحاضرة بس تشوف ها فور اكس يساوي أنه وارقام عشوائية فهنان عدد التكرارات وتواتيكيا نصير بقدر عدد العشوائية حتى أجي يشتغل في حصر أرقام رقم رقم رأسا أجي أضيف هذا طبعا هنا ما راح أقدر أطبع المصوفة القديمة لأنه رأسا بس راح أطبع المصوفة بعد التصفير لأنه اعتبرتها هي عداد مباشرة لازم أدخل منها مرت اللغ يعني بالبداية كنترول V اعتبرها مرة ثانية وأطبع عدد سيبلاي اكس زي وبعدين اعتبرها كلوب هذا أيضا سيبلاي سطر فارغ هسا نجي نحلف هسا مطل نقل 4x يساوي رأسا أدخل عناصر بدون عداد i هسا نجي نفحص عناصر أقول fx نفس هو أقول fx نا رأسا x بدون يعني هذا هو راح يأخذ رقم رقم أقل من صفر الداخلي اعتبر x يساوي صفر نسمنا أقول end يسد الend مع f وبعدين أقول الend الأخرى يسد للend الخارج جاء أقول display x نا بعد بسطة للسؤال أكثر هم vectorization هذا عفو هم له بس طريقة أخرى لأنه اختصرت المتغير لأنه نظف متغير لغرض العد اللي هو المتغير i وسحبة x i هنا أنا بلي x i وباشرة هي المصفوفة تستعمل تعداد لل loop أو الحلقة التكرارية سنذهب رح نفذ أيضا يطيني نفس النتيجة السابقة طبعا لما رح يطيني النتيجة السابقة سنشوف لي اش ما اش رح طبع لي رقم واحد شوف ما طبع لي كل الأرقام طبع لي ذول طبع لكل هاي المصفوفة لي لأنه قلنا البرنامج دائما من يخرج من اللوب أوكي من يخرج من اللوب يذكر آخر رقم فآخر رقم باللوب هو شنو الرقم الثمانية بينما بالمثال القبل لي طبع المصفوفة كلها لأنه بالمثال القبل اش عندي x i يعني x 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 فجذي يصير عندي حفظ تلقائي للمصفوف يعني هنا x هو مو عداد ماللوب فلهذا يبقى ينحفظ في ذاكرة البرنامج بينما هنا x هو عداد أصبح عداد ماللوب فأحتاج مسيلة لأنه أحفظ قيم قيم x من الضياع حتى مو تبقى فقط آخر قيمة فهنا لازم أضيف في الشي كطوة إضافية هم رح ترجع الطويل للبرنامج فأضيف العداد أضيف بطريقة أخرى يعني هذا i هنا شو نضفته نضفته كعداد ور i يساوي 1 إلى length x هنا شو أقول l-i بس ناخذ بعدين من المفهوم counter هذه المحاضرة أقول l-i يساوي l-i زائد 1 طبعا لازم أصفر بالبداية أيضا من طيق قيمة ابتدائية اللي هي i يساوي صفر وهس أشرح أقول ل أقول ل x أو سمي مصوفة بسم جديد سمي مصوفة a-capital a-capital l-i تساوي x فالx إذا كان صفر راح يأخذ صفر وإذا كان يعني هو ال-x الجاه فايش طغل هس هنال صاح عندي وسيلة تقديل ال-i اش راح أقول ل l-i c-play a-capital هس راح ينطيني نفس النتائج السابق هنقول لران هس وانطون طال شباب نفس التنفيذ السابق يعني هذا هذا التنفيذ القبلة هس اللي قام نفسها بس مكان كل رقب سالب صار عندي صفر أوكي اللي هو نفس التطبيقات السابقة يعني القصة شنو هنا القصة لديه انت حتى بال-loops حتى بال-loops عندك ممكن من أكثر طريقة تحل تحل البرنامج أكثر من طريقة تحل البرنامج أوكي انت تقدر تعتمي لوحدة من هذه الطرق طريقة اللي واردة من المحاضرة تكون اعتقد كافية بالنسبة لك نرجع إلى المحاضرة لدينا مثال آخر أيضا نستعرض به صوت الشباب ويا كلكم آآ شكرا لنا بالله تضرب حتى الآن و طالع الآن يلازم نسخ لهذا آآ محمد نسخ البرنامج آآ 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 ننتقل الآن طلاب إلى المثال رقم سبعة خمسة رقم المثال أكتب برنامجاً بالماتلاب لإيجاد اللغارثم الطبيعي لعشرة أرقام عشوائية اللغارثم الطبيعي هو اللين تحسب لللين لعشرة أرقام عشوائية طبعاً اللين لا يشطل على الصفر يعني ما يكون اللين صفر اللين صفر غير معرف وكذلك اللين الرقم السالب لأنه ما يكون رقم يرفع الأس يبطيني قيمة سالبة لغارثماتية معكوس الأسس فلهذا أي رقم من هذه الرقام العشوائية قبل ما أدخلها لدالة اللين أشيلها أقولها ما يصير ديسكارد يعني ستيفني أو إلغي أي رقم سالب قبل أن ندخل إلى دالة اللين فنجي ندخل لأرقام العشوائية العشرة Clear CLC 4 X يساوينا هاي الأرقام العشرة استعملنا رأساً للفور ويل الأرقام العشوائية نجي نفحص الأرقام Fx أكبر من صفر Y يساوي لوغ X إذا X أكبر من صفر ماكو مشكلة به ممكن أن تتم عملية حساب العملية حساب اللين أوكي هنا نلاحظ Fx أكبر من صفر Y يساوي لنا لوغ X ويجي يطبع للهذا بالF print F F print F رح يطبع لX والY فحتاجت شطيخ ديانا للطباعة لX ما بيكسور فهنا 2.0F يعني ماكو عندي مراتب بعد الفارزة إنه يصلا ما بي X مراتب بعد الفارزة بس الY اللي ورقم الثاني بيه مراتب بعد الفارزة فخليت مرتبتين رقيت له 4.2F بعد إشارة المنسبة المئوية أوكي وبدلت أن تنزل صفر فهنانا إذن لما يكتشف رقم موجب يحسب لللغاريتم بالدال للوج ويطبعه يطبعه وهو اللغاريتم يعني الرقم X واللغاريتم مادة إذا الرقم صفر أو جو الصفر يطبع يطبع للرقم ويقول هذا الرقم NOT POSSIBLE يعني هذا الرقم غير قابل للتطبيق أوكي في ذالة اللغاريتم NOT POSSIBLE ثم بالتالي رح صحيح عندي جدول كامل يبثل ليها فخلينا نفذ أشوف شي يطلع عندي بالله هذا رح يطلع عندي فشي حلو CONTROL C سمعوني مو شباب نقل الماتلا نفتع لفان جديد شوان عينيه شنوه واضح صواتي شباب أي فهنا هنا نقلنا الماتلا هس نجي نسوي لرن كامر شوي الشاشة ما النتائج ورح أقول له رن أيضا نطلب لي خزر رح أسميه لوب لوب سيكس أندر سكتور سيكس انتر فطبعا لي هذا الجدول اللطيف إذا لاحظ أنه هاي لقام اثنين لغارتم الطبيعي 0.6 9 بس الناقص 3 ما بيها لغارتم فش طبع يمها NOT POSSIBLE الاربعة لغارتم ها 31 39 شوف اثنين مرتبتين بعد الفارزة بس الناقص خمسة و الناقص 6 NOT POSSIBLE ما ممكن أوكي طويل كل رقم سالي يطبع NOT POSSIBLE وكل رقم موجب لا يطبع هو قيمة اللغارتم فطلع عندي هذا الجدول اللي هو آني سويته يعني شوف هاي كلمة NOT POSSIBLE آني هنا طبعتها أوكي ممكن تطبع أي كلمة من هاي الكلمات واضح شباب اكسوال احنا شنو هسه الاستخدامات يعني احنا نطيكم شوان يقول أدوات بيدك نعلمك استعمال الأدوات بعدين انت هاي تلقي لها تطبيق عرفت شوان يعني نسا منعلموكم الجمع والطرح يقول لك مثلا الابتدائية يعلموهم واحد زاد واحد ثنين ثنين زاد خمسة سبعة زيان هي ما بيها تطبيق مباشر بس بعدين هاي رح تكون أساس لعمليات معقدة أكثر فهنا هاي المبادئ ما البرمجة نحن نعلم كياه شوان يعني أرقام تستثني من عندها الأرقام السالبة تضيف للمصفوفة تطبع جدول كذا هاي خلال دراستك من تكون عندك كل هبيدك من اجابك مسألة معقدة تقدر تستذلك هاي الأدوات وتبرمج بها يعني يعني أول سنة رح تأخذون الماتلاب والسنة اللي جاية صف ثاني إن شاء الله رح تأخذون لغة الفورتران بالثالث رح تطبقون البرمجة مادة التحليلات العددية بالرياضيات يعني تشوفون بساءلك رياضية تحلوها برمجيا تروح للمختبر تحلوها وبصف رابع معدكم برمجة بصف رابع معدكم مادة لغة توكاد والرسم باستخدام الحاسبة فالبرمجة بس سنتين تحتاجوها صف أول وثاني يعني نرجع للمحاضرة لنشهد بعض المثال هذا المثال الآخر أيضا هو ممكن نحله باللوبس مثال سبعة ستة write matlab a program to evaluate the following function for the given values of x use vectorization and for loop methods أيضا هذا مثال يدال بها جزئين جزء يشتغل على x لما يكون أكبر من الواحد ويشتغل على x اللي هو أقل أو يساوي واحد فلما يكون x أكبر أو يساوي أكبر من واحد طبقه الدالة الكسرية جذر x زايدا واحد على x تربيع ناقص واحد ولما تكون هنا طبعا x ممكن يكون واحد لأنه صفر بالمقام فلهذا x أكبر من واحد بس ما يساوي واحد بس لما يساوي واحد أو أصغر من واحد نستعمل هذه الدالة اللي موجودة x تربيع زايد x ناقص واحد قيم x الآن نعطي ها بالسوال هي عبارة عن ثمان أرقام عشوائية فالمفروض هالأرقام ندخل بها الدالة أجي أسوي لها عملية فرز يعني أخذها عنصر عنصر قبل ما أدخلها بالدالة فشو نأخذها عنصر عنصر يجب أن يتم هذا الأمور بالاستعانة بالفور طبعا نحل نحل بالفاين نقدر يعني المصوفة نقدر تعزلها تسعولها لها مصوفتين مصوفة أرقام موجبة ومصوفة أرقام سالبة والموجبة أو مصوفة الأرقام اللي أكبر من واحد ومصوفة الأرقام اللي أقل أو يسائل واحد وتجي المصوفة رأسيا بتجملة طبقها نصوفة الأولى الأكبر من واحد فهذا الجزء واللي أصغر أو يسائل واحد الجزء الأسفل هذا بالفكتوريزيشن باللوبس لا نسحبها عنصر عنصر هذا هو الشيء راح نسوي فالطريقة الأولى هي نحن نحن ندخل الأرقام ونحن نقول A find X أكبر من واحد وX سميتها positive هو X ضمن التسلسلات A find X اللي أقل أو يساوي واحد لكن فوق X أكبر من واحد لنا X أقل أو يساوي واحد ونجي الأكس اعتبرت negative سميتها اللي هو X ضمن التسلسلات B نجي الآن الدالة Y Y positive هي اللي تشتغل على X positive فهي square root بالقيم X positive زائد واحد مثل ما يعني هاي الدالة هي نفس اللي بذكور بالمثال جذر X زائد واحد على X تربية ناقص واحد أوكي وهذا هو الجزء الثاني من الدالة يطبق على الأرقام السالبة فهذا تشوف Y positive وال X positive وال Y negative وال X negative وعند في نجي أطبع عن طريق لعاز F print F أوكي إذا أجل نقلة إلى MATLAB control Z وروح للماتلاب click وأعرف هذا سمي loop control V أوكي هسا أسوي لعملية run هنا نريد اسم للبرنامج سمي loop 7 loop underscore 7 7 تلاحظون هنا 7 و 3 و 8 نفس الأرقام التي دخلتها فهنا أغير ترتيبها يعني بال vectorization لا سمي حافظ على تسلسل هذا تلاحظ لأن فرزتها إلى أرقام موجبة وأرقام سالمة فالتسلسل تخربط كانت تبدأ قبل ناقص 2 ورا تبدأ 4 ورا يبدأ 3 ورا ناقص 1 هنا تغير التسلسل حسب أرقام الموجبة وبعد الأرقام السالبة والموجبة طبق الدالة الموجبة والسالبة طبق السالبة بالفور لا الفور يسحب عنصر عنصر فيحافظ على التسلسل يعني ناقص 2 يحسب بالدال الأربعة هو يغيط نفس النتيجة نعم أسرح أنطبق أي أسرح أنقلة بنا بابع بالفور هسا مثل 2 using loops شوف باللوب رأسا فور x يساوي أن رأسا ندخل الأرقام ورأسا لفحص fx أكبر من 1 دخلت ها بهاي جزء الدالة اللي يشتول عن الأرقام الأكبر من 1 else أكيد إذا هو مو أكبر من 1 فهو أقل أو يساوي 1 1 فرأسا بس قلت else بدون شرط ويساوي أن x تربية زايد x زايد 1 وأطبع ها فنفس الشي ما رأس هذا جزء راح أطبق ctrl c ونقل إلى matlab الجزء الأسفل ctrl v أطبع السائب وكان clear حتى لا ينحثف التنفيذ القديم راح أقول لها display فت فراغ أو كي يبقى هذا السابق أشيلة حتى لا يتكرر يعني مو أشيلة ألغي التفعيل بعد أضيف له هذه إشارة إزالة التفعيل أو الضبط فأس راح ينطيني هذا جزء اللوبس هذا اللي جوه مو الأخضر الأخضر بعد من يشتغل هذا الجزء هو باللوب وكي بس يطين نفس النتيجة السابقة بس من أبو الران نفس السيد إذا تشوف الأرقام بقت يعني حافظت على التسلسل يعني الأرقام كانت تسلسلاته ناقص أربعة ناقص اثنين وأربعة وثلاثة وناقص واحد العفو ناقص اثنين أربعة ثلاثة وناقص واحد وناقص خمسة إلى آخر ما تغير التسلسل بس هي كقيم نفس الشي طبعا سأل بالجدول فوقاني خلي نقول رقم ناقص خمسة ناقص خمسة انت تساط عش هنا إذا أدور عن ناقص خمسة هم انت تساط عش الناقص واحد انت ناقص واحد هنا انت ناقص واحد الناقص ناقص اثنين واحد وهكذا فهو نفس الجدول بس الأقام هنا بالفكترايزيزيشن تغير الترتيب بينما هنا باللوبس يعني الترتيب بقى بس اثنين نطوني نفس النتيجة واضح شباب اي هنا انا بلا دخل نشوف شوان بلاني بحوله اي مهنانا انا بال بالف برنت فهو يحول عاموديا اوتماتيكيا لان اش دا اقول لهنانا بالف برنت فهنا كل مرة يطبع رقمين وينزل سطر رقمين وينزل سطر فيتحول عندي الى عميدة رفت شوان الى عاموديا يعني يطبع كل رقمين سوى وينزل رقمين وينزل رقمين اتصح سؤالك باوع اي تمام هنا يعني سويت باوع بالطبع عبار فرق هنا الف برنت الف الأولى عن الثانية هنا خليت فارز منقوطة بال فيكترايزيشن بينما باللوب خليت فارز عادية هنا احتاجت عبارتين فرق هنا عبارة واحدة هنا ليش عبارتين واحدة للموج أرقام الموجبة أو الأكبر من واحد ووحدة الأرقام السالبة أو الأقل من واحد زيان هنا ليش خليت سطر تحت سطر لأن الف برنت يشتغل على العميدة فيأخذ يعني يشتغل على العامود الأول أول رقم يعني الثاني ثاني اكس ثاني واي فالهذا لازم أخلي قيم الواي جو الاكس فاتس عملك الفارز المنقوط نعم تفضل شوء سؤالك لا ليش ما علي اش اسم حضرتك شوقي احمد بالمسائي يلا شوقي تدلل المداخرات اكيد عاية درجات ايه اسس سجلت في مكيم تسيطة والله صحيح ايه صحيح المداخر افضل وريح حقيقة هو ليش نقول الحضوري افضل من الحضوري غير شكل مثل هذا يقدر واحد يشوف الطلاب وشوف وشوف من المنتبه من المنتبه وصحيح شو نسوي بعد مبيدنا الأمور هس هذا المثال واضح شباب بنسبة لكم ايه انا حقيقة ما رح اطول بعد بالمحاضرة لان انا صايم وانتم صيام ان شاء الله اوكي واني حقيقة انتعبد جدا لاني مداوم وراء محاضرة اوكي فراح انهي المحاضرة لهذا اليوم وان شاء الله نلتقي في محاضرة مقبلة شكرا ليصغاكم اهلا وسهلا شكرا